إذن تعالوا بقى نشوف إحنا عشان نقدر نكون مستبشرين وعملين بالبشر بحضرة النبي الصفات اللي إحنا لازم نكون نظرين إليها إلى مولانا سبحانه وتعالى هتجد إن فيه سبع صفات لازم نتكلم عنهم عشان نقدر نشوف ونعيش بالبشر مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصفات ديت هي إيه؟ أول حاجة إنك تعتقد إن الله سبحانه وتعالى يحبك وتعتقد إن الله سبحانه وتعالى كمان مش بس بيحبك الله سبحانه وتعالى بيعلم كل حالك وتعلم كمان إن الله سبحانه وتعالى لطيف بك وتعلم إن الله سبحانه وتعالى يملكك ويملك كل شيء فأنت لا تملك مستقبلك ولذلك لما أراد إنه ينبهك غير الكون كله عشان تعرف إنه مالك كل شيء فشوف اللي حدث في كورونا الله ينبهك أنه هو الملك فلا تخف من شيء أبدا لأن الملك خزائن مملوئة ولا تنفل الحاجة كمان الخامسة أنك تعرف أن الله قدير والحاجة الستة تعرف أن الله سبحانه وتعالى كمان بيسمعك فأنت مش محتاج مجهود ده كمان بيسمع قلبك والحاجة السابعة أن الله سبحانه وتعالى يراك فأنت مش محتاج تعرف أن الله غايب عنك إزاي بقى نقدر نعيش بهذه الصفات فإحنا عندنا تكليف التكليف ده هنعمله ونعيشه مع بعض وعنشوفه أول تكليف ده هندرب قلوبنا بقى في رمضان في التكليف ده إيه بقى أول حاجة عايزك تعمل كده زي الورد اللي قبل النوم يبقى عندك ورد اعرض قلبك على الصفات السابعة اللي احنا قلناها دي عشان تبقى مستبشر اعرض على قلبك أن ربنا بيحبك اعرض على قلبك أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء اعرض على قلبك أن الله يملكك يعني إيه يملكك؟ أن الله هو اللي تولى أمرك فهو لطيف بيك اعرض على قلبك أن الله يسمعك أن الرايا راق وعيش كده فهتعيش مستبشر وتشوف كل همومك وغمومك هربت منك تاني حاجة امتنع على أنك تسمع لكلام حد بيبحث أو يفتش في نوايا الناس ما تعملش كده سم أذنك وما تسمعش كلام حد عن حد وما تسمعش كلام حد بيحاول بقدر الإمكان أنه يلوث قلبك وما تسمعش كلام حد كمان بيحاول يوسوس لقلبك أن أنت تشيل من حد يبقى أول حاجة ببساطة خالص اعرض الصفات السبعة قبل النوم عشر دايد افرض اعرض الصفات افعرض الصفات لغاية ما تلاقي النور أشرق في قلبك كمان امنع السوادي يوصل لقلبك ولأذنك عشان تفضل خالي ونقي ما فيش حاجة تحقرك قلبك عشان تقدر تبقى مستبشة لأن انت لو سمعت التفتيش في النواية هتبص وراء الأحداث فهترى نفسك الأمارة بالسوء لأنها تجد الفرصة أن هي تدخل لا توقف عن سماع التفتيش دا وآخر حاجة خلي عشر دقايق مناجاة بينك وبين الله وانتقي صفة من الصفات السبعة دي وناجي ربنا بيهم زي ما تناجي ربنا وتقوله مثلا إذا تعلقت بصفة القدرة فتقوله يا من أنت قادر على كل شيء يا من أنت قدير على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء وأنت تراني وقد كسرني كل شيء وأنت يا مولاي تعلم أن هذا من وهمي وأنت تقدر على أن تصرف عني كل أوهامي وتجعل قلبي خاليا من تلك الأوهام والأوجاع والآلام وتمنع عني أفكار السوء فإني حسنت ظني فيك فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي وإني على يقين أنك على كل شيء قدير وأنك بي لطيف يا كريم فتولى أمري بحنانك وجمالك يا الله يا لطيف يا ودود يا كريم يا جميل أسألك 같 somos